بسم الله الرحمن الرحيم بعد الكلام اللي دار بعد كلام معالي وزير الإسكان حول مشكلة السكن في المملكة قلت لكم بجيب لكم ما أعرفه وخبرتي بالسفر والترحال ورائي معني أنا منا مختص ولست مهندس بنا أشغلكم بخطة العرب وأحب يشغلكم بعد فلبنا حنا عندنا مشكلة في السعودية طريقة البناء وليس مشكلة في حنا عندنا المواد رخيصة مقارنة بلاد العالم الأخرى رخيصة باعتراف الجميع لكن أنا أشوف أقارن بين الدول الأوروبية كلها وحتى شمال أوروبا الدول الإسكندنافية وما عندنا اللي يشوفه عندنا يبالغون مبالغة شديدة جدا جدا وليس لها داعي في الصبات وفي الحديد وفي بناء القواعد وفي بناء الأعمدة وفي الميدات فيبنون بنا ثقيل جدا يقيم أربعة إلى سبعة دوار علشان دورين فتذهب القرض اللي تعطيها الحكومة خمسمائة ألف يذهب مئة وخمسين يذهب مئتين وخمسين ألف كله عظم مئتين وش بيقي يا جل من القروش هو أهم شيء موضوع التشطيب الينا الآن قلت خلنا أروح لوروبا علشانكم علشانكم أروح أسافر الفرنسا وريكم عدة بيوت كيف يبنون هذه رؤيةي أنا أعيد اليحيل هذا الموضوع وإن شاء الله لكن يبقى مشكلة بتقولون من يسوي لنا هذا من ينفذه لكن الإنسان نفسه إذا حرص واتفق مع المقاول يقدر ينفذ اللي هو يبيه مو يخلي المقاول يمشي وأيضا تعاون البلديات والرخص اللي تمنح ووزارة الإسكان تدخل بالموضوع ذا نتغير النظام أنه لازم الصب هذا عرض الله لازم الطول هذا عرضه لازم تغير هذا الشي ومشكلتنا حيننا أيضا أننا نقلد بعضنا البعض كل واحد يقول لا أنا ما نم زين شي ما حد زينه قبلي لازم أنا أسوي شيء مثل فلان ومثل أخوي ومثل الجيران ومثل هذا إذن المسألة ما رايح تنتهي يعني ثقل كثير وكبر كثير بالبيت وميدات وصبات وأشياء ما لها داعي الآن أروح أوريكم بيوت هنا تبنى عندنا السعودية النموذج وأنتم تعرفونه لكن اللي ما تعرفونه هو اللي أنا بروح له في فرنسا ونشوفه لعله يطبق إن شاء الله على شوي شوي لأنه مشكة كل شخص ما يبغى يقوم بالمبادرة لنفسه حنا نأخذ من الغرب كل نواع التقنية خلنا منهم كشي إلا طريقة البنا حنا عندنا كثرة الصبات يعني البيت تجدوا يعني شوفوا عرض الصب شوفوا كمية الحديد يعني حوالي نص متر كلها صبات كل الدنيا عبارة عن صبات وصمنت ووزن هائل على على بيت ما يتجاوز دورين سيما تشوفون البيت ما يتجاوز دورين لكن كله كله صبات يعني القرض اللي يأخذونه المواطنين 500 ألف يروح منها 250 ألف وأكثر صبات وحديد شنا في منطقة ما فيها ولاها الحمد زلازل يعني ما فيها زلازل ليش هذه الصبات الضخمة هذه لو أن البيت بيطلع عليه خمسة دور حتى السور الخارجي شوفوا الصب شوفوا الصب ثم الصبات الهائلة دي ثم صب فوق كله على مسافة بسيطة شوفوا الصب هذي ما بين وبين الصب دي متر إذن الطريقة الصحيحة هي الاستغناع عن كثير من هذه الصبات والحديد الهائل الذي يوضع ويوفر من المبلغ مبلغ 500 ألف يوفر يعني نحن 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 المسطح 250 متر يقول رائعي مكلف بوب صب 250 ألف 250 ألف لماذا يا أخي بالأخير هو بيت دورين بيت دورين صغير شوفوا الحوش شنون صغره الحوش ما يجاوز طول 5 متر 6 4 متر كلف 250 بس صب بس صبات واسمنت وحديد إذن هذا لا أرى له أي داعي أبدا وإنما جاءنا هالطريقة جتنا من بعض المهندسين العرب نقول يا وزر تلسكان ويالبلدية اسمحوا بنمط للبناء زي ما هو بألمانيا وفرنسا وبريطانيا والدول الإسكندينفية مع أن عندهم طقس بارد وعندهم هوى شديد وعواصف وأمطار شبه مستمر ولا يحطون مسافات ما يحطون مسافات بين البلك كله يضربونه من الإسمنت فما فيه ما فيه تمدد عملية التمدد غير موجودة فلابد أن البلدية وزارة الإسكند تغير هذا النمط تغير النمط بما أن البيت ما يكلف ثمانين ألف بل كثير بناء يعني غير تشطيب هذا هو المفروض ويصير جاهز الفلوس الباقي من المواطن الذي يعطي له تصير تحط فيه التشطيب الفخم يحط فيه كنبات يحط فيه مكيفات إذن يمكن بعد يوفر شيء من الخمسمائة ألف أنا ما نبنى لكن أنا أجيب لكم شيء على أرض الواقع وحل على أرض الواقع كما هو مطبق بالدول الأوروبية كم ملي هنا الأصياخ عندنا كم ملي هذا الصيخ هذا عمود ركبكم 16 16 16 16 ملي يقول لك 16 ملي المهند 16 ملي نحن نطلع 20 دور هناك كما نرى في فرنسا لا يتجاوز 3 ملي الصيخ وترونه هناك رشاة صب الرحفة التي تفصل على الدور الثاني أنا الدور الأول طبعا الجدار كما ترون هذه صبات ندخل البيت نصبب تحت هذه دراما في صبات نصبب فقط دريشة الحامل حق الدريشة ندخل ترون شاهدوا 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 هذا عرض الصبات أربعة صياخ صغيرة أربعة صياخ صغيرة لا تأتي شبر نظر يدي أكبر شاهدوا هذا الذي تضع هنا هذا الذي تضع بالعازل بين الدورة الأول والدورة الثانية لا لا هناك قوائم لا لا فهمت دريشة ألمنيوم و فيها قرميدة أحمر لا أوزي لا 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 أعرف صب صغيرة على دريشة بلقة بالضع ه علي بلقة احضر بلقة عادية بلقة خفيفة شاهدوا بلقة عادية والله إن الجدار مستقيم زي الانتل شوفوا ما يعني ما أشوف فيه زي الملة أحد هذا مبسط كلكم تقدرون تسويوا زي كده ما فيه صبات الأرضية بس مصبوبة كما قلنا يضعون صبخة فينا أربع تسياخ لا يوجد اثنين ملي صبخة ثيفة على طرف الجدار هذا الباب الداخلي يوجد صبخة فوقه ترى الصبخة ثيب يوجد صبخة يوجد صبخة يوجد صبخة قلنا نعلمكم ونثقفكم لكي بيوتكم يتاكل إلى الدفن طبعا نرى هناك مواصير طالعة هناك شيء تحت أغني الصرف الصحي هذا الصبخة أقل فيهم أرى ما يبنون هذا فلة رأي شوى لون القرميد يضع على الخشب هذه الخشب مصفوف من النصفون عليها القرميد هذا البيت ذلك لديه صبات وجعراس نرى ما هي المنطقة منا بس قاعدة سمنتية هل ترون الحافرين له منا بلك دون صبات بلك أحمر فهذا الخشب عليها القرميت هذه الصبو الأرضية قاعدة بلر لديهم خلوة دون صبات على الجوانب دون صبات هذا الدور خشب نضع عاجل بيض عاجل صبات خفيفة فوق الدريشة قاعدة نضع هذا ستارة نضع أرضية صبات تحت الآن الجدران بدون نعمة ولا يكثرون سمنت لا يوجد سمنت بس سمنت يوفر تحت دوانب لا يوجد سمنت هنا هنا عمود صغر هنا يأتي شبر صبو صغر هذا الدور نعمة نعمة عمود عمودية وفوقه العمود نفس الشيء هذه المدخنة هذه المدخنة هذه المدخنة هذه الدورة التالية حطوط فوق صبات جاهزة نحيث نفس الشيء نرى هذا المدخنة مبني من صبات هذا المدخنة نرى هذا المدخنة هذا المدخنة نرى هذا المدخنة نرى نرى التصميم نرى نرى تعرجات هنا هنا ثلاثة ثلاثة داخل صراحة نرى هذا الواجه نرى جاءنا الثانية للبيت شاهدوا كيف بيت مستطيل قرضتين هنا هنا مدخل هنا درايش هنا بالسكف درايش هنا كما ترى ولا ولا صب لا تشغلون لكن الصب صغير اللي نرى اللي بين الدرا الأول والثاني نرى ثانين شاهدوا خط نرى من الرضية كما ترى من الرضية كما ترى فيها صب 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 شاهدوا الدرايش صب 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 حضرية ها ها شاهدت رحنا البرد ولا المطار نحن أصور هذا لا نعرف ما نقابل ها شاهدوا